نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من الرياض دكتور باسم حشاد الخبيل اتصادي واستشاري دولي في الأمم المتحدة معنا دكتور باسم مساء الخير انطلاقا من نسبة الهبوط التي وصلت إليها بيتكوين ونقاشات الجهات التشريعية في الولايات المتحدة هل ستنقذ هذه العملة الرقبية أم ستطلق رصاصة الرحمة عليها؟ أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ ميسون وأهلا وسهلا بي متابعيك ومشاهديك الكرام في تقديري ووفقا لما لاحظناه في الأيام الأخيرة والتشديد الذي قامت بي كوريا الجنوبية وصابقتها كانت الصين التي أطلقت بالفعل أنا أعتبر ذلك إطلاق رصاصة الرحمة أو رصاصة الرحمة على البيتكوين وتواصل أو ارتفاعات المتواصلة وفي تقديري أيضا أن الاجتماع القادم الذي ستشهده اللجان التشريعية بالولايات المتحدة الأمريكية سيكمل ما بدأته الصين وكوريا والهند مؤخرا أيضا الهند انضمت للقائمة وأتوقع أن ينتهي أو على الأقل توضع من القيود ما يفقد البيتكوين ومثيلتها من العملات الرقمية ذلك الزخم وذلك الإقبال والطلب المتزايد عليها وربما ينذر ذلك أو يكون مؤشرا لانتهاء هذه الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حداتها بشكل كبير هذا في تقديري فيما يتعلق بالأسهم الأوروبية والمستوى الذي وصلت إلينا نتحدث عن أدنى مستوى في ستة أشهر ما المعلومات التي يجب أن نعرفها هنا في هذا الإطار العنوان العريض لانخفاض أو عدم قدرة الأسواق المالية على مواصلة الارتفاعات ومواصلة الأداء الجيد دائما ما ترتبط على البدائل لدى المستثمر يعني كلما كان للمستثمر بدائلة أخرى أكثر ربحية وأكثر توفيرا للربحية لديه بيفضل قطعا أن يهرب من سوق رأس المال والتي بطبيعتها تخضع لقانون العرض والطلب وتخضع لأمور كثيرة عندما لا تتوفر الشفافية يصبح من الخطر أو من المخاطرة الكبيرة أن أستثمر في سوق رأس المال نهيكي عن الوضع العالمي الذي ينذر بشكل أو بآخر بالكساد أو بحالة من الركود العام هذه الحالة تنذر قطعا بانخفاض معدل ومستويات الأرباح أو التوزيعات المتوقع الحصول عليها من جراء الاستثمار في هذا النوع من الأسهم وبالتالي في تقديري أن وجود بدائل أخرى زي الارتفاع الهامش أو العائد على الاستندات والأذن الحكومية والتي بيز أو الترجري بيلز بشكل عام ستؤثر تأثيرا مباشرا على التداول وحجوم التداول في هذه البورصات ولا أستطيع أن ألوم المستثمر الذي يبحث عن مزيد من الأرباح بالعكس القضية أتخيل أنها في إيد الحكومات وعلى الحكومات أن تعيد صياغة قوانينها بما يسمح الخروج من هذا المأزق يعني انهيار السوق الرأس المال العالمي أو الأوروبي والأمريكي على رأسه سينذر بكارثة اقتصادية أظن أن الحكومات لن تسمح بحدثها طيب بالمستثمرون بالبيتكوين وكل مستفيد من هذه العملة هل سيكون لهم تأثير في مناقشات مجلس الشيوخ أو ما الذي أيضا سيدخل ضمن المحددات التي ستتدخل في هذه المناقشات وبالتالي تقول إلى النتيجة التي ننتظرها تشرفت باللقاء حضرتك سابقا في أخبار الثامنة في أخبار الآن وناقشنا أيضا هذه القضية عندما بدأت في صورة فقاعة أصابت العالم كله بالجنون وسجلت هنا معاك في نفس هذه الحلقة أن هذه الفقاعة إلى زوال وحذرت أن تكون كمستثمر تستهدف الاستثمار في البيتكوين البيتكوين ليست ظاهرة استثمارية ولكن ظاهرة مضاربية من المقام الأول في تقديري أن الرابح الأكبر هم كبار المستثمرين الذين استطاعوا بما لديهم من إمكانات ومعلومات وما لديهم من رؤوس أموال وسيلة عالية أن هم يستفيدوا بالفقاعة التي حصلت يجنوا أرباح خيالية ثم هروب كبير من السوق يفضي في النهاية إلى معظم المتعاملين الآن الذين خسروا أكثر من نصف ثرواتهم والذين اشتروا عند مستويات مرتفعة من البيتكوين والعملات الأخرى فقدوا نصف ثرواتهم ما أظنه أن كبار هؤلاء اللاعبين سيقومون على الأقل بضبط هذا السوق طمعا في المزيد من الأرباح وربما نشهد تشريعات جديدة تقوم بها الحكومات والبنوك المركزية أو حتى البنوك التجارية وما يشبهها من مؤسسات مالية بمحاولة صياغة أو إعادة أو تقطير للتعامل في البيتكوين والكريبتو كارينسيز بشكل عام بما يسمح في المستقبل بتحقيق نوع من أنواع التوازن المشكلة الكبرى في هذه العملات كان التذبذب العالي للغاية والقفزات الصاروخية في الأسعار التي كانت تنذر بالطبع بسقوط مدوي وهذا ما لاحظناه أمس وأول أمس 49% من القيمة في أسبوع شيء مخيف نعم هي تقلبات كبيرة كانت بفترة قصيرة هذه هي النقطة لأن الكثير من الاقتصاديين تحدثوا بأنه بالمرحلة الأولى لأي عملة هو من الطبيعي أن تمر بهذه المراحل الصعود والهبوط إلى أن تستقر صحيح أتفق مع حضرتك ولكن حتى في حركات الهبوط والصعود كان لابد من وجود نوع من أنواع على الأقل السقف والأرضية المحتملة أو سيلينج وفلور تتحرك خلال الأسعار البيتكوين لم يخضع لهذه الضائرة على الإطلاق وكثير من العملات الأخرى نهيك عن أنه ما كانش فيه هستري سابق أو تاريخ سابق نستطيع في ضوء هذا التاريخ الوصول لشكل من أشكال الاستنتاج على ماذا سيكون الوضع مستقبلا لذا لا أتفق نسبيا مع ما طرح العملات الإلكترونية منتج جديد للغاية محفوف بالمخاطر يحتاج إلى قدر كبير من الحرفية عند التداول معها إن لم تكن مضاربا محترفا أنصحك بأن لا تقترب من هذا السوق حتى وإن وصل لمرحلة من مرحل الاستقرار نعود إليها من خلال تاريخ هذه الأسهم أن تكون بأدنى مستوى لها منذ ستة أشهر ما التاريخ؟ لماذا هذه العملات الرقمية إلى أي درجة تأثرت على هذا الموضوع أم لم تؤثر؟ يعني لماذا عادة متى حدث هذا سابقا وما العوامل التي تؤدي إلى وصوله لهذه المرحلة؟ سؤال ممتاز خليني أرجع مع حضرتك تاني للطرح الذي بدأت به أو العنوان العريض أن المستثمر لديه دائما عدة خيارات عندما يتاح له خيار يحقق له أرباح أكثر أوتوماتيكا يذهب إلى هذا الخيار ويحاول أن يحقق من وراء أقصى أرباح هذه الظاهرة التي أعتبرها ظاهرة كونية اقتصادية عالمية جعلت الكثير من العباءات المالية وقنوات السيولة وقنوات الادخار تتجه وبقوة نحو الاستثمار أو النقل بين قصين المضاربة في هذا النوع من العملات هذا طبيعي ومنطقه أن يسحب السيولة ويسحب الكثير من الاستثمارات التي كانت تضخف في سوق رس المال ويسحبها باتجاه هذا الكيان الجديد أو القنال الاستثمارية الجديد وبالتالي الانعكاس الطبيعي لسحب السيولة من هذه الأسواق وعدم الرغبة لدى الكثير من المستثمرين أو لنقل بالرغبة وراء جني الأرباح أو تحقيق الثراء السريع ووهم تحقيق الثراء المليوني في أيام وأسابيع قليلة دافع الكثير من المستثمرين وعلى رأسهم المستثمرين الأسيويين الحقيقة ثم الأوروبيين والأمريكان أنهم يهربوا من السوق التقليدي اللي بيدي 7% و6% و5% وأقل لسوق بيحقق 3000% و4000% في أسبوع وفي عشر تيام مفشه وبالتالي كان أتخيل أن أمر طبيعي ومنطقي ما يحدث الآن من انعكاسات سلبية لهروب السيولة لمجالات استثمار أخرى بعيدا عن سوء رأس المال الحكومة الآن أو الحكومات الآن مطالبة والبنوك المركزية بإعادة صياغة النظم النقدية والمالية لتلافي الأثر السلبية لهذه الظاهرة والنهوض مرة أخرى بأسواق رأس المال التي لا بد أن تعكس الحالة الاقتصادية يعني الحالة الاقتصادية وحالة الانتاج وقعدة تشغيل في المجتمعات الاقتصادية الترجمة الرسمية لها المفهوض تظهر في أسواق رأس المال إذا حصل هذا الفصل أتخيل أنه بينذر بالخطر أنا أشكرك جزيلا من رياض دكتور باسم حشاد الخبيل الاقتصادي والاستشاري الدولي في الأمم المتحدة شكرا